المرأة هي أساس المجتمع هي الأم والزوجة والأخت والبنت هي المدرسة الأولى التي تتكون فيها شخصية الإنسان والمجتمع الذي يترك أطفاله في أحضان امرأة جاهلة لا يمكنه أن ينتظر من أفراده خدمة صحيحة أو نظرا سديدا اليوم سنتحدث مشاهدين عن مجلس المرأة العربية وهو مجلس يهدف لتمكين المرأة في مختلف المجالات بهدف إحداث تغييرات إيجابية في أوضاع مجتمعاتنا العربية والمحافظة على الإنجازات التي حققتها النساء تنضم إلينا في الاستوديو السيدة لينة دغلاوي مكرزل رئيسة مجلس المرأة العربية سيدة لينة صباح الخير لإلك وأهلا فيك معنا الله يخليك صباح الخير لحضرتك ولا جميع المشاهدين سيدة لينة بداية قبل ما نحكي عن أنشطة المجلس لو بس تعطينا نبذة صغيرة عن المجلس مجلس المرأة العربية للمسؤولية الاجتماعية انطلق من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية المقر الرئيسي للمنظمة موجود في دبي والمقر الرئيسي للمجلس ببيروت وعنده فرع للعمليات في دبي انطلقنا منذ حوالي خمس سنوات هدفنا تمكين المرأة رسالتنا أنه توصل المرأة لأماكن هي تريدها بمعونة الرجل يعني مجلس المرأة العربية يدعو إلى العمل جنبا إلى جنب مع الرجل المرأة اللي عم يدعي إلى مجلس العربي العربية أن تتمكن بعدة أساليب يعني أنه تتمكن من ناحية الاقتصادية توصل لمراكز صنع القرار بالمواقع بالمؤسسات وبالمكان السياسي من هون انطلق مجلس المرأة العربية بكافة الدول نحن نغطي كل الدول العربية وبذات الوقت نعمل أنشطتنا كل سنة بدولة يمكن اللي عجبني سيدة لينة بي اللي حضرتك حكاتي أنه تمكين المرأة إلى جانب الرجل يعني يمكن أنه نحن هلأ عم نشوف يعني الحركات المطالبة بحقوق المرأة يمكن شوي عم بتحجم من واجبات الرجل يمكن عم تعلي المرأة شأن أكثر من الرجل ولكن اللي حكاتي حضرتك هو المساواة بالدرجة الأولى بطريقة حلوة وهذا الشي يمكن لازم يكون عنا وعي لأله طيب سيدة لينة أنشطت مجلس المرأة العربية في الفترة الأخيرة حدثينا عنها كل عام نحن مؤتمر على مستوى الأقليم العربي ومنعمل احتفال بدولة عربية ومنعمل مهرجين المرأة العربية اللي هو بنسبة اليوم العالمي للمرأة بالإضافة لندوات ومؤتمرات وطاولات مستديرة. آخر أعمالنا كانت العام الماضي عملنا الملتقى الأقليمي الثالث حول المسئولية الاجتماعية اللي كان عنوانه تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وسعي بها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعملنا آخر شيء كمان المهرجين اللي هو دورة رابعة لمهرجين مرأة العربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أعملنا ببيروت. هلأ إن شاء الله عم نسعى لدورات تدريبية لأنه من ثلاثة أيام كان عندنا اجتماع بالجمعية الملكية الفكرية مع رئيسة لجمعية الإمارات للملكية الفكرية اللي هو اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي لحتى نعمل مذكر التعاون ونبدأ بندوات ومؤتمرات حول الملكية الفكرية اللي هي رح يكون فيها مشاركين من النساء ومن الرجال أيضا لحتى نقول لهم كيف بدنا نحمل كيف بدنا نكون نحن مع الملكية الفكرية وعم نعمل دورات تدريبية حول البروتوكول الاجتماعي بروتوكول في مكان العمل بالإضافة كمان تمكين المرأة المعيلة لأنه فيه نساء معيلين لأزواجهم إذا كان عندهم مشكلة صحية أو لا يعمل ومرات لأوصرهم للأهل كمان كمان بلشنا فيها مشاريع للمرأة المعيلة نعم إن شاء الله طيب سيدة لينا خطة عمل المجلس تحديدا شو هو أكتر شي بتركز عليه أكتر شي بتركز على تمكين المرأة اللي هو بكافة القطاعات بالاقتصاد بالسياسة بالاجتماع بالرياضة بكافة القطاعات كمان عنا بلشنا نحضر للمؤتمر بمملكة المغرب إن شاء الله برعاية ملكية ورح يكون في مشاركة قوية من كل الدول وحضور قوي من دولة الإمارات العربية المتحدة كمان وعنا هلأ جديد عملنا شي نحن والمنظمة العربية اللي هو ديبلوم للمؤسسات الرسمية والخاصة حول معايير مطابقة المسئولية الاجتماعية اللي هو رح يكون تقديم ديبلوم للمؤسسات بس يكون عندها المعايير كاملة بقطاع المسئولية الاجتماعية فإذا هذا أهم مشروع يمكن عم يحضر له المجلس في الفترة الأخيرة سيدة لينا شو هي الصعوبات إذا فيني أقول اللي عم بتواجهكن بما أنه المجلس صار له خمس سنين يعني هو بعده فتي ولكن أكيد يمكن في شوية صعوبات واجهتوا أثناء عملكن شو هي الصعوبات اللي ممكن تذكريني لنا ياها الصعوبات اللي بنواجهها عندما ندعي بعض النساء في المنطقة العربية للتمكين الاقتصادي مثلا مرات بيكون عندهم تردد أو خوف من المجتمع بيترددوا نتيجة بيئتهم نتيجة العائلة اللي هني عايشين فيها بيترددوا هذه إحدى الصعوبات صعوبة تانية هو مش كل دولة بيكون عندها نطق واسع للمرأة ما شاء الله دولة الإمارات كثير عم تعمل إشياء حيوي للمرأة الإماراتية والعربية صحيح من أنشطة من المؤتمرات من الندوية دعم قوي جدا صحيح وخاصة بس كانت وزيرة السعادة معالي عهود الرومي ببيروت كنا بي مهرجان قلت لنه رح نضيف هدف لمجلس مرأة العربية اللي هو اسعاد المرأة حتى نسعد المجتمع نعم هيد من عندكم أخدناها سيدة لينة دغلاوين كرزل أنا بديت شكرك كتير على مشاركتك معنا في برنامج اليوم سيدة لينة رئيسة مجلس المرأة العربية شكرا جزيلا لك